واحد بيسأل سؤال بيقول ازاي موسى ظهر مع المسيح في جبل التجلي وكان المعروف انه كل اللي كان بيموت في العهد الجديد كانت روحه بتزهب للجحيم لحد ما المسيح ما المسيح بعد قيامته نزل وحررهم من الجحيم وإلي النبي وأخ نوخ لما صعدوا هم كده أول اتنين يدخل السماء ولا كانوا فين ده سؤال مركب أولا أموات القديسين ذهبوا إلى الهاوية وليس إلى الجحيم الجحيم ده فيه أرواح الأشرار والهاوية فيها أرواح الأبرار تقول يعني ده مكان وده مكان الأرواح ملهاش مكان أولها تاني الأرواح ملهاش مكان ولو أنت عايز تسأل على المكان اللي ذهبت له الروح أسألك سؤال أنت شخصيا أين توجد روحك في جسدك فيه أقرب ليك من روحك أنا بسألك دلوقت روحك فين في جسدك تقول لي في الجسم كله أقول لك طب لو تقف على الدراعة الروح تتقطع ولا تنكمش ولا تفضل مدال ده اللي في الهوى ولا إيه؟ الطب ما عرفش جود فسمى الروح فسمى الروح السر الإلهي كلمة سر إلهي يعني حاجة فوق مستوى معرفتنا فإذا كانت روحك في داخلك سر مش في المستوى عايز تسأل أين الأرواح؟ لا بسيطة الهاوية زي السجن بالضبط أنا أمثلها لك اللي فيه يوسف والساقي والخباز الساقي والخباز ويوسف كانوا في مكان واحد حلم وحلمين يوسف فسر لهم الحلم قال للساقي هترجع لوظفتك بعد ثلاثة أيام وقال للخباز بعد ثلاثة أيام هتطقطع رقابتك ماذا كانت حالة الساقي في الثلاثة أيام والخباز في الثلاثة أيام؟ الخباز كان في حالة جحيم والساقي كان في حالة نعيم واللتنين في مكان واحد في مكان واحد اللي ماتوا على رجاء نزلوا الهاوية زي الساقي اللي منتظرين العتق إلى العتق يا أسر الرجاء من الجبة الذي ليس فيه مان والأشرار نزلوا الجحيم أو نزلوا الهاوية وعاشوا في حالة جحيم جحيم يعني تعب يعني عذاب متعذبين ولذلك الغني شاف لعازر في أحضان إبراهيم يبقى المكان واحد وقال له ابعت لعازر قال له لا بنا وبينكم هو عظيمة أثبتت لأنت تقدر تيجي يعني ملكش توبة ولحنا نقدر نجي لك لإن إحنا عايشين على الرجاء مش محتاجين حاجة منتظرين الرجاء المبارك فدي الصورة يا صاحب السؤال إليا وأخنوخ اختطفوا لكن ما اختطفوش للفردوس لأن الفردوس هو مسكن الأرواح وإليا صعد بجسد وروحه وأخنوخ صعد بجسد وروحه تقول لي صعدوا فين أقول لك صعدوا إلى أعلى إيه السماء أقول لك الفلك مليان بمئات الأماكن وملايين الأماكن ومدام الكتاب ما قلناش ما نفتيش ما نفتيش أبدا لما تقول لي كانوا فين لو ربنا عايز يقول لنا كانوا فين كان كان لكن على فكرة كلمة سماء أي حاجة يعلم فوقنا يبقى سماء يعني مثلا الطيور اسمها طيور السماء النجوم اسمها نجوم السماء الملايكة اسمها ملايكة السماء فكل ما يعلو على رأسنا اسمه سماء سماء يعني يسمو فقينا يا أحبائي